وجاءنا رمضان باليمن والإيمان أسس الدين الإسلامي مجموعة من القواعد الاجتماعية للتعامل بين الأفراد في المجتمع تقوم على مبادئ الاحترام والتكافل والعطف وخص الدين الإسلامي العلاقة المتبادلة بين الكبير والصغير في المجتمع وجعل منها أولوية كبيرة ينبغي أن نضعها بعين الاعتبار قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا أي إنه ليس من أخلاقنا ومبادئنا أن لا نعطي الكبير حقهم للاحترام والتقدير مهما بدر منه وتوقير الصغير ومراعات صغر سنه بالحسن والقول الحسن والرسول الكريم اهتم كثيرا بهذا الجانب وكان أساسه في التعامل مع أصحابه ليعلمنا أسمى القيم وأجلها فكان عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في تعاملاته وهذا الحديث يدل على أهمية العلاقة التي ينبغي أن تسود بين الجميع في المجتمع والتي ينتج عنها تقوية المودة بينهم قيمة الاحترام قيمة رائعة تجعل للحياة روحا وقيمة ونظاما راقيا وهذه القيمة كطبيعة كل القيم يجب أن تكون ثابتة ومستقرة ودائمة ولا تتغير بتغير الزمن أو الظروف والأحوال بل يجب أن يكون الالتزام بها سلوكا طبيعيا يحرص الجميع عليه برضاء نفس وطيب خاطر وبنية التعبد لله تعالى فتكون النتيجة رقي السلوك وعظم الأجر العدل خلق كريم وصفة عظيمة جليلة محببة إلى النفوس تبعث الأمل لدى المظلوم لذلك جاء أمر الله صريحا في القرآن الكريم فقال تعالى إن الله يأمر بالعدل أما العلماء رحمهم الله تعالى قد ذكروا في تعريفه أنه ضد الجور وأنه الاعتدال والاستقامة والميل إلى الحق والعدل كلمة يراد بها التوسط في الأمور بين الإفراط والتفريط فالجاف والغالي كلاهما قد جانب العدل كما أمر الإسلام بالعدل مع العدو رغم شدة كراهيتنا لأفعاله فالعدل يعيد الأمور إلى نصابها وبه تؤدى الحقوق لأصحابها وما وجد في قوم إلا سعدوا وما فقد عند آخرين إلا شقوا لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أقام العدل بين الناس أيا كانت مكانتهم حتى مع غير المسلمين فقد كان صلوات ربي عليه ينصفهم إن كان الحق معهم قال صلى الله عليه وسلم إن المقصطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة بين يد الرحمن بما أقصطوا في الدنيا هذه هي منزلة المقصط العادل يوم القيامة فما أروعها من مكانة عالية ينالها كل من تخلق بهذا الخلق الرفيع العدل قيمة يستحق أن نعتني به يقول حافظ إبراهيم لعمل الخطاب رضي الله عنه يرد على مقولة برسل كسرى وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يحكيها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوما قرير العين هانيها فكن عادلا مع ربك ومع نفسك ومع من تتعامل معه وجاءنا رمضان في سنن ابن ماجة عن عبد الله بن عمر قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل قال مخموم القلب صدوق اللسان قلنا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد وقال بعض السلف أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصح للأمة هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان رحمهم الله تعالى كانوا يعفون عن من ظلمهم ويحسنون إلى من أساء إليهم ويحلمون على من جهل عليهم نقل عن عمر رضي الله عنه قوله كل الناس مني في حل فحري بالمسلم أن يتخلق بالعفو والصفح ويتجاوز عن المسيء ويعرض عن الجاهل حتى ينال منازل أهل العفو ويسأل الله تعالى الإعانة على نفسه الأمارة بالسوء الجامحة به إلى الانتقام والانتصار كما يسأله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والسلام خير ختم